ثم الغريب في هذا أن نرى بعض إخواننا حتى من يريد أن يذهب يقيدونه ويقول الله أنت لا تخرج فلان لا يخرج فلان يعني ليس هذا من الصد عن سبيل الله ما هو سبيل الله هذا عين تفسير الآية الصد عن سبيل الله الصد عن الجهاد لما شخص يريد أن يخرج إلى الجهاد وتقول لا ليس ما فيش مصعنك تمشي أنت أقعد ويمشي فلان وما يمشيش ألان هذا هو الله الصد عن سبيل الله والصد عن سبيل الله القرآن ذكره صفة للكافرين ولم يذكروا صفة للمؤمنين وويل للكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة أولئك في ضلاء بعيد ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعمل المحيط فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة فأنا أقول لمن يقف عثره في من يريد أن يخرج الجهاد سواء باسم أنه مسؤول في جهة بلدية ولا حكم ولا غير ويصد ويمنا هذا من الصد عن سبيل الله الذي ذكره القرآن وهو صفة للكافرين وتوعده بالعذاب العظيم وليس صفة للمؤمنين وكذلك من هم منتمون إلى الجهاد ويساعدون ويزعون أنهم يعنون ثم بعدك يقول لا إذا كان في جهة ولم شخص يريد أن يذهب يقول له أنت لا تذهب هذا من الصد في سبيل الله لابد أن تكف عنه ولابد أن ينفر الناس خفافا وثقالا ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في آخر أيام وهو كبير يعني أراد أن يخرج إلى الجهاد عندما قال له أبنائه أنت قد جهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهدت مع أبي بكر ومع عمر فنحن نقوم عنك نيابة عنك فقال لهم لقد مررت بآية في كتاب الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فلابد علي أن أخرج فقال لف البحر غازيا فمات في البحر فبقي سبعة أيام في البحر لم يجدوا يابسا يدفنونه فيها بعد سبعة أيام وهو لعندهم تلاجر عندهم شيء لما وصل البر دفنوه وجدوه كما هو لم يتغير جسمه لأنه خرج بنية الشهاد والجهاد في سبيل الله فحفظ الله له بدنا وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان فقد إحدى عينيه فأراد أن يخرج الجهاد فقوله إن عندك إلا أنت يعني مرفوع عنك الحرج فقال وإن كنت صاحب إلا فإني أخرج ليكثر سواد المؤمنين وأحفظ لهم يعني متاعهم ففهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون فهموا من هذه الآية أن إذا كان هناك يعني غزو للبلاد من الاستعمار ومن عداء الله سواء كان مباشرة أو غير مباشرة كما هو الحال الآن في ليبيا في ليبيا بالفعل استعمار وغزو ولكن الذي يتولى كبرة وإثمهم بعض أبناء الوطن وأولئك هم الذين يدعمونه بالسلاح وبالعدة وبالخبرة وبكل الإمكانيات فعندما فهم الناس حقيقة الجهاد لم يعطوا عدرا لأحد ناس كلهم خلال فعلى ليبيا كلهم الآن أن يتكاتفوا ويتعاون لرد هذا الظلم ويلتحقوا بالعداد القليل الآن هي في سرايا الدفاع بنغازي ومجلس ثوار بنغازي